أخيراً والله واضح باللي السيد الزرق قرب يغادر الحياة يومياً كيجوا الناس يشوفوه باش يودعوه هات زيارات مهمة بالنسبة للسيد الزرق لكن كتعييه بشكل كبير بزاف بالنسبة للعائلة فمن غير الرعاية اليومية هات شي كيزيد عليهم من كترة الشغال بزاف ديالناس كيجيوا يزوروا الواليد ديالي العائلة الناس ديال الحومة ومجامع قبل كان عضو مسيير ذلك الشي علاش كيعرف بزاف ديالناس هات شي كيف يفرحني هذا النوع من التقدير بالنسبة ليه واحتلنا الواليد رجل محبوب الزيارات مزيانة بزاف وراجلي كيقدرها ولا اني شي مرات كيكون عيان بالمعقول مزيان حيث هاد الناس كيجوا يتتامحوا معاه انا كان فرح بزاف من لي كيجيوا لعنده الواليد دا اتقال عليها الحمل بزاف عيات مسكينة بقوة زيارات ما بقعتش قاعد دا هي كتبغيت تتقبل الناس بالقهوة وقاتي ومسكينة ولات النهار كامل وقفة في الكوزينة كنحاول نعاونها في الدار وكنحاول نتقداليها نديلها الصخرة ديال برة ولكن بنهار لازم اخسني بشي الخدمة بزاف الناس كيجيوا وشوروني هذا خير كتير حيث هاد الناس كيتعبوا باش يجيوا وشوفوني لكن هذا كيعي مرات كنبغي نرتح حتى كنسمع الصونت لي كنلاحظ بسبب هاد الزيارات أمي مبقاش عند هالوقت باش تقلس معاه لو كان عر لحظة الدار دايما عامرة الناس بزاف انا وخويا دايما كنجيوا باش نعاونوها ما عمرها ما كتكون ببوحدها خصنا نخليوا لهم وقت باش يكونوا ببوحدهم لحقاش باك يعيش اللي يمديلو اللي اخرى هاد زيارة كلها فعلا هي ثقيلة على ابا بسبب المرض ديالو لكنه واحد شرف كبير باش يجيوا هاد العدد ديالناس يزوروها احنا نفتاخلين بهاد الشي كيشوف بازعب الناس اللي معمرهم كانوا كيزورونا من قبل ما كنعرفهمش بحال اللي كيضنوه انهم خصوهم يجيوا بالنسبة لي ما شي لازم يجيوا يزوروني لكن خصوك دايما تكون ترحب بيهم خصوك تكون مضياف ولكن صعيب الحال باش تنظمي الزيارات الناس كتصل بساف هاتفين باش جيت صوربا وانا عارفة بلي باعيان لو كان علي انا كورا حيت هاداك البرز ديالتليفون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جمع بإعجانات